السلام عليكم ورحمة الله أهلا بكم لقاء تجدد على حدث اليوم بسعب دايما معكم بلقاء يتجدد فيه الأحداث وتهديد إيراني بقصف المملكة عن طريق أزرعه في الحثين أو الحجد ما يدل عن هذه التصريحات أن النظام الإيراني يلفظ أنفاسه الأخيرة التهديدات من حسين سلامي أمس اللي أنا اتكلمت عنها من تحذير إيراني بالتهديد للسعودية نتيجة استخدام سلاح الإعلام السعودي سواء عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو حتى عن طريق القنوات السعودية ولكن يتدخل هنا النظام الإيراني بكل قوته لمحاولة شد انتباه المتظاهرين أو الثوار إلى حرب خارجية وأن النظام السعودي هو الذي تسبب في تسعير الشارع الإيراني ولكن الحقيقة أنه وصل الأمر بهم أنه تهديدات واضحة جدا بملحق جديد من التهديدات لحسين سلامي بأن يهدد بأن حدودكم ليست آمنة وأن الدخان سيصيب المملكة عربية السعودية ده تهديد جديد من حسين سلامي قائد الحرس الثوري لكن مش ده بس التهديد تهديدات كثيرة جدا ومعلومات جديدة لأول مرة يتم طرحاها لكن رجاء أن تفعيل الجرس باللون الأسود كون كريما وعمل لايك وشير في الجروبات عزيز المشاهد لو عجبكم محتوى لكن من ضمن الأخبار أيضا أنه وصل الأمر أنه النظام الإيراني استخدم أحد أزرعه في المنطقة وهو الحجد الشعبي بتهديد مباشر لإستهداف المقع عربية السعودية بل أن الأمر تزايد بأنه تم تفعيل استطلاع رأي وكانت نتيجة استطلاع الرأي مفاجأة كبيرة جدا لكن دي هنتخليها في آخر الحلقة لكن الآن التهديد من حسين سلامي أمس عن أن دخان كثيف سيلحق بي سماء من الوقع عربية السعودية وسيصيبها وحدود دماء من الوقع عربية السعودية ليست أمينة هو قل كده بالحرف كده حدودكم ليست أمينة لكن إن لم يكف الجانب السعودي عن إذا إيران من استخدام سلاح الإعلام هو ده الحقيقي اللي بيزعج إيران أم أن ما يزعج إيران ويأن إيران فعلا أن المظاهرات والثوار تفعلت بصورة غير متوقعة من نظام الملالي وما يمثله من أزرعه المسلح وهو الحرس الثوري إيراني النظام هناك حينما يشعر بالنحر الداخلي من ثورة غير متوقعة أدت لاستشعار النظام بالخطر وإنه يقوم بعمل خارجي لشد الانتباه وهو الآن يقوم بمحاولة الزج باسم الملاليكة عربية السعودية بتصريحات عنيفة أمس بالتحذير واليوم بالتهديد التهديد اليوم بالقصف وصل الأمر أن هم هددوا بقصف ساروخي باليستي ليه الملاليكة عربية السعودية قريبا جدا وصل الأمر لكده صباح اليوم النهاردة الحقيقة أنه الأمر زادت كثافة النظام الإيراني عبر الحرس الثوري والقائد بتاعه حسين سلامي بأنه النظام الصفوي الذي اشتكى أمس من سلاح الإعلام يلوح بقصف السعودية بالسوريخ البلاستية قريبا جدا طيب الحقيقة أنه النظام الإيراني استشعر بالخطر وأنه يقوم بعمل خارجي لشد الانتباه آه طبعا وأنه هو يحاول يكسر تعهده لروسيا لا أتوقع ذلك يعني إيه يعني تعهده لروسيا باستمرار الهدنة من الحوثيين أو من الحجد الشعبي وأنه لا يستخدم أزرعه مع السعودية بأي تهديد ده تعهد إيراني ليه وليه نعمته وهو روسيا هل هو يقادر على كسر هذا التعهد مع الجانب الروسي لا أتوقع ذلك لأن من يحمي إيران حاليا هو النظام أو بلاش النظام هو روسيا الاتحادية روسيا الاتحادية أيضا لا تستطيع أن هي تكسر كلمة لأمامك العربية السعودية وهذا واضح جدا من كل التحالفات والترتيبات اللي بتحصل ما بين السعودية وما بين السعودية وروسيا والسعودية والصين لكن الحقيقة أنه تهديد المملكة العربية السعودية من الجانب الإيراني أنها ستمدم خلال أيام قليلة ما علينا إلا أن ننتظر هذه الأيام لنرى كلام الحرس السوري كلام حسين سلامي كلام نظام الملالي كثرة كلام النظام الذي لا يملك غيره يعني النظام الإيراني وأزرعه أو متحدثي ما عندهمش غير الكلام طيب قوة النظام الإيراني قوتها من الكلام الحديث وليس الفعل الدليل على كده موقع الحرس الثوري الإيراني على تيلي جرام بيقول ما لنا غير الله يحمينا من هؤلاء الشباب الثائرين ده موقع الحرس الثوري على تيلي جرام قال كده بالحرف الواحد ما لنا غير الله يحمينا من هؤلاء الشباب طيب لما يكون الحرس الثوري هو العصاء الغليظة للنظام الملالي والنظام الملالي بيحتمي بالحرس الثوري لما الحرس الثوري ذات نفسه يقول إننا ما لنا غير الله من هذه الثورة طيب لو دخل الحرس الثوري في مواجهة مع أي دولة مجاورة مش هنقول السعودية لأن السعودية تعتبر أكبر وأول قوة عسكرية مواجهة لإيران في الشرق الأوسط طيب لو دخل في مواجهة عسكرية مثلا مع أزربيجان اللي هو حشد قواته والدباباته وقالياته والعسكرية واللوجستيك كله حشده مع أزربيجان منذ أيام وكان عامل منورة كبيرة جدا وحضرها حسين سلام اللي قال منها التصريحات طيب هيقدر أنه يخش في مواجهة مع أزربيجان طيب قواته أيضا اللي نقلها على طوال 120 كم مع كردستان اللي هو برضو عايز يخش في عملية اجتياح لكردستان العراق هل هو قادر على مواجهة كردستان لا أعتقد ذلك الحقيقة أنه إيران لا تملك إلا سلاح واحد سلاح الفتنة أو الحرب الغير مباشرة مثل مثلا سلاح غزو البلاد فضائيا يعني غزو البلاد فضائيا يعني إيران كانت بتقن عبر تصريحات حسين سلامي من السلاح الإعلامي اللي في جانب السعودية اللي هي التغريدات أو الاستخدام وصال التواصل الاجتماعي من نقل وهجوم على إيران للثورة اللي موجودة في إيران دلوقتي ما كانش الكلام ده مفاعل قبل كده ولكن في خلال التلاتين يوم دول فعلا إيران زاقت الأمرين من سلاح الإعلام السعودي اللي هو تم تفعيله بجزء بسيط طيب إيران اللي تشتكي طيب إيران دي بتحارب المملكة العربية السعودية وبتحارب الدول العربية ولكن على رأسها ورأس الحربة هي السعودية إيران بتحاربها عبر قناوات فضائية تتعدى التلاتين قناة كلها لنشر المد الصفوي ومحاربة المملكة العربية السعودية ومحاربة السنة طيب إيران زاقت نفسها اشتكت وأعلنت عن هذه الشكوى من أن قناة إيران إنترناشنال ومواقعها التي تدار من لندن بأنها تلقى هذه القناة إيران إنترناشنال تلقى هذه القناة الدعم الكامل من أملاق العربية السعودية يعني هي مدعومة بأكتر من مائة مليون دولار وأنها موجهة لإيران ومحاربة إيران إذا كان الكلام ده حقيقي وبيتم هي فعلا إيران إنترناشنال بتنقل كل فضايح أو كل المعلومات عن النظام الملالي والحرس السوري وغيره وغيره وهي قناة منتشرة جدا وليها مرسلين حتى في واشنطن في كل العواصل تقريبا يعني لكن القنوات الإيرانية اللي بإيران بتستخدمها بقالها أكتر من عشر سنوات زي مثلا قناة العالم مثلا زي مثلا قناة العراقية زي مثلا قناة أهل البيت الفرقان الغدير وغيرها غيرها قناة كتير جدا وإحنا شايفين بسط باسم القنوات الإيرانية كلها هل الآن استشعرت إيران بخطر سلاح الإعلام اللي هي حاولت تستخدمه لاستنزاف السنة ومحاربة السنة الآن تستشعر بهذا الخطر هنا بننتقل إلى تصفية ضابط إيراني بسجن إيفين على يد الثوار هنا الثوار دخل دورهم ب قائد شرطة تهران أعلم عن وفاة ضابط إيراني اسمه لطفي بور في حادث سير بسبب أنه سيارة الضابط دوت انزلقت على طريق كان فيه زيت محروق إن شاء الله بإذن الله النظام الإيراني كله يتحرق يعني بشكل متعمد وكان فيه مهمة ده تقل تصريح قائد شرطة إيران بيقول أنه كان فيه مهمة طبقا لمهماته وأنه كان خارج من سجن إيفين والحقيقة أنه يعني لقى مصرعه ولكن الحقيقة غير كده الحقيقة أنه الثوار قاموا بقتل هذا الضابط اللي هو سجنه الإجرامي فيه سجن إيفين كان قارب على الانتهاء فانتهى أجله بقتله من قبل الثوار هنا بنعرف أنه الثوار بقى عندهم معلومات عن الضباط وخط سيرهم فهنا انتقلت الثورة إلى الانتقام من النظام عبر يعني رجاله عايز أقول لكم أنه أحد رجال نظام الملالي يعترف بتغريدة وهو اسمه محمد صدرات محمد صدرات عمل تغريدة قال فيها حان وقت الهجرة أي الرحيل يعني هو فعلا حان وقت الرحيل للنظام كله وده أحد أبرز رموزه اللي هو عبر عن أن النظام قارب على الرحيل عايز أقول لكم أن شوارع إيران تشتعل المؤسسات الرسمية تحترق صور النظام قاسم سليماني وغيره يعني عايز أقول لكم أنها تحت نعال الثوار في إيران النظام الإيراني نفسه غير قادر عارس صمود الضحية في لبنان قلقة كبتاجون ملك كريستال والمخدرات ورجل الحشيش الأول في الشرق الأوسط يلطم فعلا كل هذا يعني واقع يعيش النظام لكن إحنا دخلنا دلوقتي في مرحلة ما بعد النظام ده أحد كلام الخبراء العسكريين لما حلل الواقع الإيراني الآن من قبل الحرس الثوري وأيضا النظام الملالي قال أنه دخلنا مرحلة ما بعد النظام الملالي لأنه أصبح سقوط النظام مسألة وقت وعلى جميع الاستعداد لمرحلة ما بعد حكم عصابة خمين لإعلان أثور توعودهم للملالي بالشنق في الشوارع وأيضا أنه في من تحذرات حسين سلام أمس اللي كان بيحذر فيها للموقع العربية السعودية أنه يعني بقصف من الموقع العربية السعودية الحقيقة أنه النظام الإيراني هناك بيحاول أنه يجد لنفسه مخرج من الأزمة اللي هو فيها فبيستخدم نفس الأيدولوجية الإعلامية الثوار هناك خلاص يعني الموضوع ده انتهى عايز أقول لكم أنه النظام الإيراني هل هو بيحاول يخرج خارج الهدنة الغير معلنة في اليمن وأنه الكفيل الإيراني ليه الحثيين يعني الكفيل الإيراني هناك يعني ممكن يرفع يده عن الحثيين أو الحجد الشعب وأنهم فعلا يقوموا بتنفيذ تهددهم الحقيقة لا أعتقد ذلك وإن حدث هيكون الأمر صعب على إيران وأزرع في المنطقة لكن من يتحكم في إيران في المنطقة هو عليه تعهدات لتمرير التحالف وتمرير أيضا النظام العالمي الجديد ومكانة كل واحد في هذا المصرح العالمي الجديد يعني يعني المفروض أن الصين وروسيا والسعودية والهند أصبحوا الآن أنهم بيحجزوا مكانهم في النظام العالمي الجديد لمزحمة أمريكا فبالتالي إذا حدث أي شيء من إيران وأزرعه في المنطقة هيكون ده خروج عن التحالف ما بين السعودية وما بين روسيا في التحالفات اللي هي متفق عليها فالسعودية وقفت مع الروسيا في مواقف كتيرة جدا وأن هما اللي الاتنين المفروض أن في التفاهمات مهمة جدا في المنطقة فبالتالي ده لو حصل وروسيا ما قدرتش يعني أن هي تحمي نفوذها عبر أن هي تحافظ على تعهوداتها هيبقى الأمر ده صعب جدا على روسيا في الأخير أنه استطلاع رأي عملته صفحات إيرانية وده الأمر ده مهم جدا على فكرة أن هما بيحشدوا دلوقتي حتى إعلاميا لضرب المملكة عربية السعودية فعملوا استطلاع رأي على صفحات على تويتر وغيرها فكان فيه النتيجة كانت مزهلة للإيرانيين نفسهم أو للنظام نفسه أو للحجد اللي هو بيتتبع لها هذه الصفحات أو أيا كان هو بوق إيراني حاول أن هو يعني يشوف الناس هتكون ردف عليها إيه كانت مفاجأة من الاستطلاع الرأي الاستطلاع الرأي ده بيقول إيه هل أنت ستقف بجانب إيران في حالة قيام حرب ما بينها وما بين السعودية فقال شارك بصوتك المفاجأ أنه كان هما وضعين واحد ستقف بجانب المملكة اتنين بجانب إيران ثلاثة على الحياد الحقيقة أنه أنك ستقف بجانب المملكة في هذه الحرب مع إيران كانت نتيجة واحد وتسعين في المية بتأييد الناس أنها ستقف بجانب المملكة ضد إيران في حالة نشوب حرب ما بينهما ستة في المية متأيرنين هما اللي وقفوا بجانب إيران في حالة حرب ثلاثة في المية على الحياد ده يعني أن إيران تخسر والنظام يخسر وأنه فعلا يلفز أنفاسه الأخيرة في إيران قبل المنطق في إيران قبل المنطق بل وأن يعني لما يكون ستة في المية بس من المتأيرنين دي تعتبر كارثة على النظام الإيراني لما يكون في هاشتاج مثلا معمول لإيران وأنه التفاعل عليه يكون كله لصالح السعودية بنسبة 91% فدي تعتبر كارثة على النظام في الإجهاز عليه الحقيقة أنه تهديدات حسين سلامي أنا بعتبرها جوفاء وأنهما ليس لهم حيلة غير التصريحات العمتارية تبقى للأيدولوجيا الإيرانية ولكن أنهما قادرين على كسر الهدنة الغير معلمة باستخدام الحوثيين لاستهداف السعودية خاصة بعد يعني تبادل الأسرة اللي حصل واللجنة اللي كانت السعودية اللي كانت موجودة فيه الصنعاء منذ ثلاثة أيام أو أربعة أيام اللي كانت فيه بداية هذا الأسبوع لكن في الحقيقة أنه لا أعتقد أن الحوثيين عندهم جرأة لقصف السعودية ولا حجد الشعب عنده جرأة لأنهما يعلموا تماما أن أملاق عربية السعودية تختلف تماما عن أملاق عربية السعودية اللي كانت قبل الهدنة وهم يعلموا تماما لأن المكانة السياسية ومكانة الاستراتيجية هي التي اكتسبت لها السعودية مكانة كبيرة جدا ولكن التسليح السعودي اللي موجود من ستة أشهر هو اللي موجود دلوقتي ما فيش اختلاف عليه قوة الدفاع الجو السعودي غير قابلة للنقاش قوة سلاح السقور السعوديين غير قابلة للنقاش الحثيين أو الحجد إنه هو يطلق ويكون مثل الجرزان ويختبئ ده هو نفس أسلوبهم لأن اللي بيعلمهم والكفيل بتعمل إيراني هو نفس الشيء هو يستخدم أزرع ثم يختبئ ففي الأخير إنه إيران عايز أقول لكم إيران اللي كانت بتتباهى 2014 بأنها تحتل أربع عواصم عربية من ضمنها الحثيين والحجد و يعني حسن كيبتاجون وأيضا في دمشق الآن النظام الإيراني يريد أن يسترجع السعودية ولكن السعودية رفضت ودي فيها مفاجأة إن شاء الله هكلم عنها في بث تاني ولكن الآن هو يستخدم شعار التحذير للسعودية ثم التحذير الأخير وهو القصف لأملاق عربية السعودية النظام الإيراني غير قادر ليس قادر النظام الإيراني قادر فقط على الكلام والحديث وليس الفعل هذا الدخان الذي سيصيب السعودية الذي تحدث عنه الحرس السوري هذا الدخان في عقول النظام وعقول الحرس السوري وقادته اللي هم أيضا عندهم غمامة كبيرة جدا من عدم رؤية حقيقة الثورة التي ستقص وستنحر النظام وإنها قادمة للإجهاز عليه ربنا يحفظ السعودية والدول العربية كلها الإمارات السعودية العراق اليمن الأردن مصر كل دول الكويت البحرين ربنا يحفظهم جميعا من شر إيران وربنا كمان يحفظ الجزائر اللي استشرى فيها النظام الإيراني بطريقة ملفتة للنظر جدا ومحاولة لحصار المغرب عبر صحراء البولوساريو والجزائر من تناغم ما بين نظام الجزائر وما بين النظام الصفوي وأيضا البولوساريو وأيضا إيران الحقيقة إنه الأمر خطير جدا لنكفة المغرب ولكن إن شاء الله ربنا يحفظ الجزائريين من يعني مما يحدث ويحاجد ضهى من الشر الصفوي إن شاء الله انتظروني في البث القادم هيكون في أحداث مهمة على قناتكم حدث اليوم دونتم بألف خير أستجعكم الله اللازي لا تدار ودار